أكد الناطق الرسمي للإدارة العامة لطيران المدني سعد الاعتابي الجهازية التامة للمطار لتشغيل المرحلة الأولى من خلال إصدار الدليل الإرشادي لكافة الجهات المشاركة لتحديد مسؤوليات كل جهة وأشار الاعتابي إلى أن المرحلة الأولى التي تبدأ السبت المقبل تشمل تشغيل مئة رحلة يوميا بواقع عشرة آلاف مسافر تقرير الزميل أحمد الأنزي مع قرب تشغيل المرحلة الأولى للرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي والتي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني كافة الاستعدادات لتشغيل نسبة 30% وفقا للاشتراطات الصحية المطلوبة كل الاستعدادات الحمد لله نحب أن نبشركم ونطمنكم على أكمل وجه وقامت اللجنة العليا لعادة تشغيل الرحلات التجارية بإصدار الدليل الإرشادي لجميع الجهات المشاركة في مطار الكويت الدولي لتحديد مسؤوليات كل شركة وكذلك تحديد مسؤوليات الواجب التباح من قبل الركاب وكل هذه الإجراءات هي لتنظيم وترتيب إجراءات السفر وفق الاشتراطات الصحية لسفر آمن لكل المسافرين وتم وضع الإجراءات والتجهيزات اللازمة وفق الاشتراطات الصحية من حواجز زجاجية وكذلك من ملصقات أرضية وكذلك من كاميرات حرارية والالتزام بالتباعد الجسدي فكل الركاب اليوم المغادرين يجب أن يسجلوا في منصة كويت مسافر هذه المنصة التي تأتي انطلاقاً من همية تفعيل الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات السفر لكل المسافرين في كل مراحل السفر أول شيء عندنا فحص أي شخص يدش المطار سواء كان مسافر سواء كان موظف انتأكد من حرارته أنه سليمة يتفضل يدش بعد ما يدش الموظف عندنا ترتيب آليات النقاط التي توقف عليها لأنه مثل ما تعارفين أنه نحتاج مترين بين كل شخص وشخص حق سواء مسافر سواء الموظف فهذه بشكل عام على الشغلات الأساسية حق العلاقات العامة حالياً التزيل في منصة كويت مسافر إلزامي على كل مسافر وهو إجراء اتخذه الطيران المدني لضمان السفر بكل سهولة ويسر على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل مئة رحلة يومياً بواقي عشرة ألاف مسافر كخطوة أولى بالنسبة للمرحلة الأولى التي ستنطلق بإذن الله يوم السبت المقبل سوف يكون هناك طاقة تشغيلية بنسبة 30% بحدود 100 رحلة يومياً و10 ألاف راكب يومياً هذه النسبة هي نسبة تدريجية للمحافظة على التباعد الجسدي داخل مبنى المطار وكذلك لعدم الاحتكاك وعدم الازدحام داخل مباني المطار هذه النسبة سوف ترتفع بإذن الله في المرحلة الثانية إلى نسبة 60% بمئتين رحلة يومياً وكذلك بـ 20 ألف راكب يومياً وننتقل للمرحلة الثالثة لمرحلة التعافي التي نتحدث عن يعني واحد ثمانية 2021 حسب توقعاتنا وسوف تعود النسبة 100% و300 رحلة تقريباً و30 ألف إلى 35 ألف راكب يومياً القادمون إلى الكويت بدءاً من الأول من أغسطس سيتم إخضائهم للحجر المنزلي لمدة أسبوعين بالإضافة إلى شهادة الـ VCR الطبية بالنسبة للإجراءات التي سوف يتم تطبيقها على العائدين من الخارج أو نقول إحنا القادمين إلى مطار الكويت الدولي يجب أن يكون عند شهادة VCR تثبت سلبيته من الإصابة وكذلك سوف يخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوم إضافة إلى الفحص العشوائي من قبل وزارة الصحة داخل مطار الكويت الدولي الإدارة العامة للطيران المدني وبكافة إداراتها تعمل على مدار الساعة لتسهيل كافة إجراءات السفر والمحافظة على التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة لكل من يدخل المطار أحمد أنزي الراي